بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم جميعاً نلتقي في هذا الفيديو مع شرح للتعبير الكتابي كتابة إعلان نتعلم في هذا الفيديو كيف نكتب إعلاناً بطريقة سهلة وميسرة ولن نشرح فقط ولكن سوف نكون بعد ذلك بحل التدريبات والأنشطة حتى نتعلم أكثر ونستفيد أكثر تابع معي الفيديو حتى نهايته هيا بنا نبدأ ولكن قبل البداية لا تنسى الإعجاب بالفيديو وكذلك المشاركة له مع الآخرين شارك هذا الفيديو اعمل مشاركة واعمل شير طبعاً واعمل اللايك حتى يستفيد منه الآخرون أيضاً هيا بنا نبدأ مع تعريف الإعلان الإعلان بكل بساطة وبكل اختصار هو عبارة عن وسيلة من وسائل نشر المعلومات الإعلان يعني وسيلة من خلالها بيتم نشر المعلومات التي نريدها وهو إخبار بأمر ما الإعلان إن أنا بأخبر وبأنشر أمر ما كرحلة موعد رحلة مثلاً كزيارة مثلاً سوف نكون بزيارة لمستشفى مثلاً كذا أو إعلان عن ندوة أو إعلان عن مؤتمر أو حفل كل هذه الأشياء بتسميها موضوع الإعلان أيضاً ممكن إعلان عن إقامة معرض أو إقامة عرض لمسرحية أو دورة تدريبية مثلاً سوف نكون بدورة لتعليم الرسم أو التصوير وهكذا أو إعلان عن مسابقة مثلاً مسابقة جري أو مسابقة لإجراء للقاء الشعر وهكذا إبا إذن الإعلان هو إخبار بأمر ما أياً كان هذا الأمر بقى إبا بنخبر الناس بهذا الأمر من خلال إيه؟ من خلال وسيلة إلكترونية هذا أولاً كالفيسبوك طبعاً وسيلة إلكترونية لأنها تصل إيه؟ أسرع كالفيسبوك مثلاً أو الواتساب وهكذا أو من خلال إما من خلال وسيلة وسيلة هنا إلكترونية أو وسيلة ورقية كالجرائد مثلاً الجرائد والصحف بهدفي أو بأي طريقة الإعلان أو ممكن يعني إلي يكون إلكترونية ولا ورقية ممكن مثلاً يوزع على الناس أو يعلق هكذا بهدف ماذا؟ ما الهدف من الإعلان؟ هو دعوة القارئ للانضمام والمشاركة انضمام والمشاركة الانضمام إلى هذه الأشياء التي يتم الإعلان عنها ويشارك فيها وكذلك تعريف الناس بها يبقى أيضاً الهدف من هذا الإعلان إما تعريف الناس أو تعريف الناس ويعني بغرض الانضمام والمشاركة إلى هذا الشيء أو إلى هذا الأمر يبقى إذن الإعلان باختصار هو وسيلة من وسائل نشر المعلومات وإذاعتها وتعريف الناس بها هيا بنا نتعرف كيف نكتب الإعلان هذا هو المخطط مخطط لعناصر الإعلان لابد أن نسير على هذا المخطط إذا طلب منك كتابة يعني إعلان أولاً موضوع الإعلان هذه هي العناصر أولاً الموضوع موضوع الإعلان ذكرناها طبعاً ممكن إعلان عن معرض أو رحلة أو دورة تدربية أو إعلان عن سلعة مثلاً إعلان عن سلعة أي أن كانت هذه الموضوعات إذا لابد من تحديد الموضوع اللي هو النشاط أو السلعة اللي بنعلن عنها بعد ذلك لابد من تحديد المعلن المعلن اللي هي الجهة المسؤولة عن الإعلان الجهة التي تقدم الإعلان مثلاً المدرسة أو لجنة الرحلات مثلاً أو إدارة المدرسة أو رئاسة الحي أو إدارة النادي الرياضي أو اللجنة الثقافية بالمدرسة أو شركة رحلة سياحية إذا هذا هو المعلن المعلن الجهة المسؤولة عن هذا الإعلان بعد ذلك المكان لابد من تحديد المكان وتحديد الزمان لموضوع الإعلان نحدد مكانه ونحدد زمانه نحدد المكان فنقول مثلاً اللي هو المكان النشاط الذي سوف يتم فيه هذا الموضوع نحدد المكان نقول مثلاً هذا المسرح أو هذه المسرحية مثلا سوف تعرض في مصرح المدرسة أو في المكان الفلاني وهكذا أو مكان هذه السلعة ثم بعد ذلك نحدد الزمان سواء اليوم أو الفريخ نحدد اليوم والساعة وأيضا لا ننسى تحديد المدة لو كانت مثلا دورة مثلا هذه الدورة تستمر مثلا خمسة أيام رحلة مثلا تستمر لمدة مثلا يومين أو أسبوع وهكذا بإذن لابد من تحديد اليوم والساعة والزمان بيشمل الوقت اليوم والتاريخ الذي يبدأ فيه هذا النشاط أي كان أيضا هذا الشيء وبالتالي يجب نشر أو تعليق الإعلان في المكان والزمان المناسبين أيضا احدد أو نعلن أو ننشر هذا الإعلان في مكان مناسب في المكان الذي يهتم به فيه الناس بموضوع هذا الإعلان وكذلك ننشره في زمان يعني زمان يعني مناسب مناسب لهذا الموضوع مثلا ننشره قبل هذا الشيء بوقت كافي حتى يتاح للناس الاشتراك أو المشاركة ولا نضمام في هذا الأمر إذن موضوع الإعلان ثم المعلن ثم المكان ثم الزمان بعد ذلك من خلال الإعلان لابد من تحديد الفئة المستهدفة إيه الفئة المستهدفة؟ من يوجه إليهم هذا الإعلان نسميهم الفئة المستهدفة يعني الأشخاص الناس الذين سوف يستفيدون من الاشتراك في هذا في هذا الموضوع أو في هذا النشاط المقدم والمعلن عنه نقول مثلا الفئة المستهدفة من هذا الاعلان مثلا من سن 15 لسن 30 سنة حددنا الأمر ده متاح الاشتراك فيه للناس اللي هما من سن كذا لكذا أو والله ده هذا الاعلان للتلاميذ فقط أو تحديدا ده هذا الاعلان لتلاميذ الصف الخامس لابتدائي أو مثلا هذا الأمر متاح للزائرين أو هذا الأمر متاح للمشتركين في النادي فقط وليس من وهكذا بإذن لابد من تحديد الفئة المستهدفة كذلك لابد من تحديد طريقة الاشتراك طريقة الاشتراك في هذا الأمر وكيفية تسجيل الأسماء نسجل الأسماء فين وزي وأيضا تحديد الشروط شروط هذا الاعلان وشروط الاشتراك بإذن كل هذه الأشياء مهمة لا ننسى كذلك تحديد أو ذكر جمل تحفيزية لابد من ذكر جمل تحفيزية من أجل تشجيع القارئ عشان نشجع القارئ نشجع القراء لهم يقرؤوا الإعلان نشجعهم على الانضمام طبعا والمشاركة والتجاوب مع الإعلان إذن لابد في الإعلان من جمل تحفيزية سواء جملة أو جمل من أجل تشجيع المستهدفين من أجل تشجيع هذه الفئة المستهدفة على الاشتراك في هذا النشاط كما سنعرف الآن وكذلك لابد أن ينتهي هذا الإعلان بكما انتهى أو يعني كما ورد فيه جملة تحفيزية لابد أن ينتهي بجملة ختامية أيضا مهمة ينتهي بها الإعلان بإذن هذه أهم العناصر التي لابد أن نتبعها في الإعلان ولكن قبل أن نذهب إلى المثال لا ننسى أيضا هذه الأشياء لا تنسى عدد الكلمات طبعا بيكون محدد عدد الكلمات تقول لك مثلا تزم بخمسين من خمسين لمائة كلمة مثلا بيزا الالتزام بعد الكلمات كذلك تسلسل الفكر الفكر تكون متسلسلة ومتربطة الأساليب والتعبيرات الملائمة الكلمات المناسبة الخط الجميل يكون مكتوب بخط جميل وكذلك الإملاء والنحو طبعا الصحيح علامات الترقيم كذلك يجب أن تكون معلمات صحيحة ومحددة أكونش في معلمات مضللة أو خطأ الإعلان يكون موجز ويكون واضح باختصار كذلك لأن الناس طبعا مش هتفضل تقرأ لو الإعلان طويل جدا الناس مش هتقرأ يبقى إذن باختصار والتركيز على المعلومات المهمة أن يكون جذاب يكون جذابا ومثيرا لاهتمام القراء يشدر إيه القراء ممكن أيضا يكون فيه صورة جذابة تشدر إيه القراء كذلك بعض الإعلانات تتضمن صور أهو كما نقول يبقى قد يكون هذا الجذب من خلال بعض الصور لجذب اهتمام القراء هيا بنا نطبق ما ذكرناه من خلال هذا النموذج التطبيقي نموذج تطبيقي طبعا عملي لهذه العناصر حتى نفهم أكثر إعلان يكتب هكذا في وسط في وسط السطر في البداية في مقدمة الإعلان إعلان حتى نجذب الإيه الناس بعد ذلك يعلن نادي النخيل يبقى هذا هو المعلن هذا هو المعلن الجهة التي تقدم الإعلان المسؤولة عن الإعلان يعلن نادي النخيل أنه سينظم رحلة يبقى هذا الموضوع هو رحلة متى يبقى إذن لابد أن نذكر المكان والزمان هنذكر الزمان يوم الأربعاء المقبل تحديدا الموافق السادس من يناير يبقى إذن مقبل مباشرة للأسر والعائلات إذن حددنا هنا الزمان نحدد هنا الفئة المستهدفة من الفئة المستهدفة بالإعلان من الأشخاص الذين سوف يستفيدون من الذين يوجه إليهم الإعلان هم الأسر والعائلات والعائلات طيب إلى أين إلى القرية الفرعونية يبقى هذه الرحلة نت ستقام للذهاب إلى القرية الفرعونية يبقى إذن تم تحديد المكان هنا أيضا بالزمان والمكان لماذا حيث يكتشف الزائر نراحظ بقى نراحظ أن هذا هو الهدف تفاصيل الإعلان حيث لماذا نذهب لهذه القرية حيث يكتشف الزائر الحياة الفرعونية عن قرب ويتعرف عادات وتقاليد المصريين القدمة فعلى راغب زيارة القرية هذه طريقة للاشتراك وتسجيل أن يسجلوا أسماءهم بمكتب الدخول في النادي بالمجان لا بد أن نذكر طبعا التفاصيل تكلفة هي هنا بالمجان إذا كانت طبعا هناك قيمة للاشتراك لا بد من ذكره ويحضر الأربعاء المقبل التأكيد على الموعد الزمان مرة أخرى حيث سيكون الانطلاق على متن الحافلة في الساعة التاسعة هذا هو التحديد تحديد الزمان هيكون يوم 6 يناير 6 يناير تحديدا الساعة 9 صباحا بالمكان من أمام باب النادي اللي هو نادي للنخيل هيا نعرف أكثر عن حضارتنا التي أبهرت العالم وجعلت بلدنا معروفا في كل مكان هيا نعرف أكثر عن حضارتنا نواحز هذه جملة تحفيزية حتى تشجع المستهدفين تشجع الفئة المستهدفة على الاشتراك في هذا الإعلان أو في هذه الرحلة ثم ختاما إدارة النادي إدارة النادي وهو أيضا هنا المعلن نكتبه في النهاية كما كتبناه في البداية يعني كتبناها في البداية بشكل عام يعلن نادي النخيل من اللي أعلم مش النادي طبعا نفسه ولكن الإدارة إدارة النادي في نهاية هذا الإعلان هذا النشاط على هذا التطبيق بعد قراءة النموذج التطبيقي السابق أجب موضوع الإعلان السابق طبعا هو رحلة إلى القرية الفرعونية بإذن هذا هو الموضوع رحلة إلى القرية الفرعونية ضع علامة صح أمام العبارة الصحية وعلامة خطأ طبعا ليس من المهم ذكر الزمان والمكان في الإعلان طبعا هذا خطأ لابد من ذكر المكان والزمان الإعلان يكون موجها إلى فئة معينة طبعا صح لابد من تحديد الفئة المستهدفة الناس الذين يوجه أو الأشخاص الذين يوجه إليهم هذا الإعلان الجملة التحفيزية مثل هذه الجملة تشجع القارئ على الانضمام والمشاركة طبعا هذا الكلام صحيح ماذا يفعل من يرغب في الاشتراك بالرحلة يسجل اسمه في مكتب أو بمكتب الدخول في النادي بإذن هذا هو بالمجان طبعا هذا هو الذي يجب على من يرغب في الاشتراك بالرحلة أضف جملة تحفيزية أخرى لتشجيع القارئ على الانضمام قلنا هنا هذه الجملة هيا نعرف أكثر عن حرارتنا ممكن مثلا نقول هيا نكتشف عالما آخر مليئا بالتشويق ونستمتع ونستفد في الوقت نفسه بإذن هذه الرحلة سوف نستمتع بها ونستفيد أيضا بإذن الإمتاع والإيه والاستفادة هيا بنا ننتقل إلى حل هذه الأنشطة والتدريبات سريعا حتى نتدرب أكثر على كيفية كتابة الإعلان كلما كثرت طبعا التدريبات المزيد من التدريبات تجعلك طبعا قادرا على الفهم أكثر وأكثر النشط الأول اقرأ التحليل الذي أمامك ثم أكمل التحليل الذي إيه ليه يعني اقرأ هذا الإعلان يعني اقرأ هذا الإعلان ثم بعد ذلك نكمل التحليل الذي بعده إعلان كما قرأنا نكتبه في وسط الإيه السطر تعلن مدرسة المستقبل تعلن مدرسة المستقبل إذن من المعلن؟ المعلن مدرسة المستقبل أو بطريقة يعني أكثر تحديدا إدارة مدرسة المستقبل وسوف يأتي هنا للتحليل نكتب هذه الأشياء هنا طيب إذن تعلن مدرسة المستقبل أنها ستنظم رحلة يوم السبت المقبل بهذا هو الزمان يوم السبت المقبل السبت المقبل تحديدا ليس أي سبت الموافق 9 مارس 9 3 طيب الفئة المستهدفة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي يبقى إذن الفئة هذه محددة إلى مكتبة الإسكندرية يبقى إذن هذا هو موضوع الرحلة موضوع الرحلة أو موضوع الإعلان موضوع الإعلان عبارة عن رحلة إلى مكتبة الإسكندرية حيث لماذا؟ ما السبب؟ لا بد أن نذكر السبب والتفاصيل حيث يعرف التلميذ التاريخ العريق أيضا هذه الأسباب تشجع القارئ وهي تحفيزية أيضا العريق لهذه المكتبة ويتطلع على العديد من الكتب فعلى من يرغب هذه طريقة الاشتراك فعلى من يرغب في الاشتراك أن يسجل اسمه لدى مشرف الرحلات لدى مشرف الرحلات ويدفع قيمة الاشتراك بإذن هنا ليست بالمجان فلها قيمة وعلى جميع المشتركين الحضور السبت أيضا زيادة التأكيد المقبل حيث سيكون الانطلاق على متن الحافلة في الساعة السابعة صباحا من أمام باب المدرسة أيضا حددنا الزمان بطريقة أكثر تحديدا وكذلك باب المدرسة هيا نشاهد ونتعرف معلما حضاريا معلما حضاريا وأثرا يعني وتاريخيا جديدا ونوسع دائرة معارفنا إذن هنا هذه الجملة تحفيزية إدارة المدرسة هذا هو المعلن إذن هذا هو التحليل مرة أخرى المعلن تحديدا إدارة مدرسة المستقبل موضوع الإعلام رحلة إلى مكتبة الإسكندري المكان مكتبة الإسكندري الزمان يوم السابط المقبل ساعة ثلاثة تحديدا الزمان كما كنا في الساعة السابعة سابعي صباحا طيب الفاء المستهدفة تلاميذ الصف الخامس لابتداء الجملة تحفيزية ذكرناها وهي هيا نشاهد ونتعرف معلما حضاريا وتاريخيا جديدا بالنسبة لنا يعني ونوسع دائرته معارفنا ننتقل إلى النشاط الثاني بالاستعانة بالبطاقات التي أمامك اكتب إعلانا عن ندوة لمناقشة طرائق أو يعني لها طرق يعني الوقاية من الأمراض الوقاية من الأمراض المختلفة المنتشرة وخاصة المعدية منها يعني خاصة الوقاية من الأمراض المعدية هنا هذه بعض البطاقات أو بعض العناصر التي سوف نستخدمها في الإعلان مكتبة المدرسة مكتبة المدرسة طبعا هذا الإعلان عن ندوة عن ندوة لمناقشة طرائق الوقاية من الأمراض طيب يمكن أن نبدأ فنقول تعلن مدرسة تعلن مدرسة كذا ونكتب اسم المدرسة طبعا كمهة إدارة المدرسة نكتبها في النهاية في الجانب اللي الأيسر تعلن إدارة المدرسة إدارة مدرسة كذا أنها ستنظم ندوة عن طرائق الوقاية من الأمراض وبخاصة الأمراض المعدية متى يوم الاثنين يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من شهر إبريل وتحديدا للتلاميذ للتلاميذ تحت سن الخامسة الخامسة عشرة أو لمن لديهم يعني أقل من خمستاشر سنة تحديدا لماذا أين تعقد طبعا في مكتبة المدرسة تعقد هذه الندوة في مكتبة المدرسة إذا ذكرنا الزمان والمكان وعلى الراغبين في الاشتراك دفع مثلا قيمة الاشتراك أو الحضور مجانا أي أن كان ده ويسجلوا أسماءهم في المكتبة بمكتبة المدرسة بعد ذلك ممكن أن نختم بجملة تحفيزية فنقول هيا نواجه هيا نواجه الأمراض معا ونحمي أنفسنا وغيرنا منها ثم في البداية هذه الجملة نكتب إدارة المدرسة كذلك هنا ننتقل إلى نشاط آخر وهو النشاط الثالث طلب منك معلمك أن تختار مكانا من الصور التي أمامك هنا نختار أي صورة من هذه الأثار أو اللي هي المعالم المصرية سوى الأهرماد أو البرج القاهرة أو يعني أي متحف من المتاحف في أسوان مثلا وتعلن باسم مدرستك عن زيارة له عن زيارة لهذا المكان اكتب هذا الإعلام مراعيا كل عناصره ممكن أيضا نستعين بما سبق وتعلن طلب منك معلمك أن تختار مكانا وتعلن باسم مدرستك فتقول تعلن مدرسة كذا تعلن مدرسة كذا عن تنظيم رحلة لزيارة مثلا الأهرامات كما قلنا يوم الأحد مثلا مقبل موافق كذا لتلاميذ الصف أو لتلاميذ المدرسة عموما لزيارة هذه الأهرامات وهكذا ثم تحدد طريقة الاشتراك كما سبق وذكرنا وبنفس الطرق السابقة ننتقل إلى النشاط الرابع افتتحها عمك شركة النور للرحلات السياحية وطلب منك أن تعلن عن رحلة إلى أسوان بفصل الشتاء تحديدا حتى يعرف الشباب حضارة بلدهم واستمتعوا بمشاهدة النيل في جو أسوان الجميل هنا أعطاكم مزيد من المعلومات اكتب هذا الإعلان مراعيا كلها عناصره بنفس الطريقة السابقة اكتب تعلن شركة النور للرحلات السياحية بتعلن أنها سوف تنظم رحلة إلى مدينة أسوان وتحديدا في فصل الشتاء القادم مثلا وتكتب اليوم أو تكتب التاريخ أو الشهر وهكذا بنفس الطريقة السابقة النشاط الخامس اكتب إعلانا من خلال التحليل الآتي المعلن هنا وزارة الشباب والرياضة إبا إذاً تقول تعلن وزارة الشباب والرياضة عن ماذا هذا هو الموضوع عن مسابقة أو تنظيم مسابقة طائف الجري للشباب من سن 18 إلى سن 25 السنة طيب الزمان يوم مساء الجمعة المقبل تحديدا العاشرة صباحا وفي أي مكان في ميدان التحرير إلى آخره مع تحيات مسلا وزارة الشباب في النهاية ولكن تكمل بنفس الطريقة السابقة كذلك هنا نحن نأخذ يعني فكرة عن الموضوعات التي ممكن أن تردت في الامتحانات النشرة السادس هنا قسمت معلمتك الفصل قسمته إلى مجموعات وطلبت من كل مجموعة إعلانا عن احتفال بمناسبة من هذه المناسبات وكنت أنت من المجموعة الثانية هذه المجموعة مثلا ساعد زملائك في كتابة إعلان بعناصره ممكنك أن تختار أي مجموعة أي أن كان مجموعة سوى الثانية هنا مثلا مجموعة تكتب إعلان عن احتفال مثلا بمناسبة عيد الأم أو احتفال بمناسبة عيد السادس من أكتوبر أو عيد المعلم وهكذا اختار واكتب يعني إعلان بعناصره السابق كل هذه أفقار وطرق مختلفة للإعلان النشاط السابع أعلنت مدرستك عن زيارة مستشفى 57-57 يوم الأحد المقبل اكتب هذا الإعلان مراعيا عناصر كتابة الإعلان كما ذكرنا بشرط أن يتروح عدد الكلمات ما بين 50 إلى 100 كلمة بنفس الطريقة السابقة أيضا بعد ذلك النشاط الثامن اكتب إعلانا عن ندوة تقيمها المدرسة يوم الثلاثاء تحدثنا أيضا فيما سبق عن الندوة كانت عن الوقاية عن الأمراض هنا هذه الندوة موضوعها توعية الطلاب بأهمية القراءة استعين طبعا عليك الاستعانة بالإعلان السابق شبيه هذا الإعلان واكتب فيه مراعيا عناصر كتابة الإعلان وأن يتروح عدد الكلمات ما بين 50 إلى 100 كلمة ويتابعنا أيضا على القناة سوف نحمل قريبا المزيد من هذه الإعلانات المكتوبة وجهزة حتى تستعين بها وتسير على منوله وفي البداية ثم تقيم نفسك التقيم الذاتي من حيث أصالة الفكر وتسلسل الفكر وتركيب الجمل واختيار المفردات والإملاء والخط هل تلتزم بهذه الأشياء؟ هل تلتزم دائما؟ طبعا هنا أعلى درجة هذا الأفضل أم تلتزم معظم الوقت؟ أم بعض الوقت أقل؟ أم أحاول الالتزام طبعا؟ يعني أرجو أن تكون دائما من الملتزمين تابع معي الفيديو القادم بإذن الله سوف نكون بحل اختبار الأضواء هذا الاختبار الشامل على الموضوع الأول من المحور الرابع هذا الاختبار شامل على كل الموضوعات السابقة التي درسناها في الموضوع الأول من المحور الرابع سواء نصوص طمع أو كتابة تعبير كتابي أو قصة قصيرة أو نص معلوماتي وكذلك يشمل القواعد الإملائية والقواعد النحوية كل هذا في هذا الاختبار التالي بإذن الله فتابعونا في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح ومن هذا الحل للتدريبات اكتبوا لنا المزيد من كان لديكم أي سؤال واستفسار لا تنسوا في النهاية الاشتراك في القناة كذلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته لا تنسى الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين حتى يستفيدوا منه أيضا لا تنسى الدخول على قوائم التشغيل تجد فيها المزيد والمزيد منها الدروس مرتبة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته